أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان كل يوم اتنين إحنا رح نرد على الأسئلة وإذا في أسئلة أكتر ممكن يعني نطورها بحيث يكون أكتر من يوم اليوم أنا رح أرد على سؤال كتير كتير مهم والسؤال هو بكل بساطة ما هو المقصود ويل أو ويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام طبعاً هذه الآية موجودة من خلال حديث المسيح مع التلاميذ كان على جبل الزيتون وسألوا سؤال يعني متى يكون المنتهى وابتدأ الرب يسوع بالتسلسل يتكلم عن الأحداث الأخيرة وطبعاً الرب يسوع يعني خلينا أقتبس من كلمة الله هي موجودة في إنجيل متى إصحاح 24 إنجيل مرقص إصحاح 13 وإنجيل لوقة إصحاح 21 بتشوف إنه كل هذه الأحداث أو حديث المسيح كله يسير بتناغم بتناغم تام في إصحاح 24 من بشارة متى مكتوب من آية 15 فمتى نظرتم رشثة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ فالظاهر إنه في علامة كانت معروفة لليهود وهذه العلامة تسمى رشثة الخراب طبعاً لما دانيال اتنبأ كان الهيكل يعني يعني على وشك إنه يتبنى لإنه دانيال كان في أيام بابل وكان في أيام فارس ورجوع طبعاً السبي من إلى أرض يهودة كان على مراحل لكن المرحلة اللي كان فيها عزرة وزارو بابل زارو بابل اللي الله اختاروا إنه يبني الهيكل ولكن بفترة ما بين العهدين وهذا كانت نبوات دانيال بالتطقيق عم بتتم الأحداث التاريخية بالتسلسل إنه بين العهدين في أيام كانت مملكة يونانية من منطقة سوريا وطبعاً الحاكم أنتيخوس أبيفناس أجا وربح المعركة ودخل لأورشليم وقدم خنزيرة في هيكل الله على المذبح وطبعاً لما اليهود شافوا هذا المنظر جن جنونهم وفعلاً قامت الثورة اليهودية تسمى العصر الحصموني أو ثورة المكابيين وموجودة طبعاً في التاريخ في الأصفار القانونية الثانية اللي هي سفر الأول والثاني أخبار المكابيين بيتكلم عن هذه الأحداث وطبعاً يوسيفوس المؤرخ وفعلاً انتصروا وطهروا الهيكل فضلت الفكرة موجودة في رؤوسهم إنه هذه رسة الخراب اللي تكلم عنها دانيال لكن برضو أعاد الكلام الرب يسوع عن هذه الرشة رشة الخراب وكان بيتكلم بالتسلسل عن أحداث اللي رح تتم في أيامه عن تدمير الهيكل وقور شليم في سنة سبعين ميلادي والأحداث يعني ضلت من بسبعين ميلادي إلى يومنا هذا إلى آخر الأيام بتتكرر بشكل أو بآخر رشة الخراب هو أي شيء ينجس الهيكل أو يدنس الهيكل واليهود طبعاً كانوا بيعتبروا أي دخول أممي إلى منطقة القدس أو قدس الأقداس كان يعتبر نجس فطبعاً الرب يسوع عن بيتكلم بالتسلسل عن هذه الأحداث فقال ليفهم القارئ فحينئذن ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال الجبال يعني طبعاً راحوا إلى منطقتين إلى منطقة تسمى بيلا والمنطقة الثانية اللي هربوا إليها اللي هي البترة منطقة أدوم اللي هي موجودة اليوم في المملكة الأردنية الهاشمية في الجنوب شرق الجنوب مشهورة جداً البترة وطبعاً كتير من اليهود اللي هربوا إلى منطقة بحر الميت هناك فيه جبال وفيه مغاير كثيرة اختبقوا فيها بالنسبة للمؤمنين كانوا مدركين هذه النبوات لأنه عندما حاصرت الجيوش جيوش الرومان أور شليم كان الوضع مزري جداً وكان الوضع صعب جداً لدرجة اللي كان يموتوا في داخل المدينة أكثر من الخارج كانت ريحة الموتة يعني تفوح في كل مكان وعد عن ذلك الخصمات اللي بين اليهود بين جمعات اليهود يعني كانت تعتبر زي حرب أهلية داخلية ولما ابتدى الحصار من سنة 66 ميلادة ظل إلى 68 ميلادة وهون صار فيه يعني فولس يعني انديكيشن شيء يعني مش مزبوط أنه اضطر الجيش وطيتوس يترك أور شليم بسبب التتويج وموت طبعاً قيصر في روما وظن اليهود أنه الأمر انتهى فاستمرت الثورة اليهودية ضد الرومان ولكن عندما رجع طيتوس مرة أخرى لكن هذه المرة بغضب شديد وعارم بسبب الثورات المستمرة من اليهود لكن في هذه المرة صمم خلاص على تدمير أور شليم حاصرها في سنة 70 ميلادة دخل أور شليم أحرق الأبواب دمر الأصوار دمر الهيكل تدمير شامل كامل لم يبقى حجر على حجر وفعلاً يعني من كتر انتقامه صلب يعني الآلاف إذا مش عشرات الآلاف بطل فيه صنبان على كل الطرق الرئيسية وغير السبي وغير اللي قتلوا من الجوع والسيف والحرب والعنف يعني وخلص على أور شليم بالنسبة للمؤمنين كانوا يدركوا هذه النبوة ففي الحال لما ابتدوا يشوفوا أن جيش الرومان رجع إلى أور شليم سمعوا لنبوة الرب يسوع المسيح وهذا المسكور طبعاً اللي تم في سنة 70 ميلادة فحينئذن ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال وفعلوا هذا الشيء والذين على السطح فلا ينزل ليأخذ من بيته شيئاً لأنه الهجوم كان كاسح وسريع جداً ما تتأخرش اترك كل شيء وأهرب لحياتك والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثياب يعني يرجع على بيته في المدينة حتى يأخذ الثياب اللي هو الثياب الخارجية فكان لازم يهرب بعدين بيقول وويل للحبالة والمرضعات في تلك الأيام منشوف هنا في تحنن خاص من المسيح على النساء اللي ما عندهم الإمكانية عن الهروب اللي منهم الحوامل وطبعاً المرضعات فراح يكون معطل لسبب سرعة الاجتياح إنه يقدروا يهربوا وطبعاً احنا بنعرف في كل حرب منشوف الانتقام حتى من أيام الأشوريين تقرأ في هوشع صحاح 13 والآية 16 كيف كان يشقوا بطون الحوامل ويقتلوا الأجنة بسبب الحصار وهكذا كل محتل كان دايماً بحاول يقضي على الشعب الكامل فمنشوف هون في حنية خاصة كأنه بيعطي فرصة للحوامل والمرضعات أن يهربوا قبل الأوان ثم يقول ولا يكون هربكم في شتاء لأن أرض فلسطين لما بتمطر في برد وفي وحل وهذا يتعثر على التسهيل الهروب ولا في سبت لأنه قوانين اليهود كثيرة حول شريعة السبت ولأنه عاوزين يحافظوا على السبت فللأسف كتير مرات اضطروا أو انهزموا بسبب القوانين الكثيرة حول موضوع السبت وعم بقول لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون يعني هم يتكلم طبعا لما دخلوا الرومان كان في رشة الخراب النسر الروماني يعني دخل إلى الهيكل وتنجس عدا عن ضمار الهيكل وهي اللي بتضلها في فكرة اليهود إلى آخر الأيام قبل مجيء ضد المسيح اللي رح ينصب نفسه في هيكل الله واللي رح يؤمر بالسجود يعني يؤمر بالسجود إلى صورة الوحش وهكذا كثير من العارفين من المؤمنين سوف يهربون لأنه مش راح لأنه لا بيقدر يبيع ولا بيقدر يشتري إلا الشخص اللي بيسجد لصورة الوحش فالنتيجة إنه كثير منهم بيضطروا يهربوا للبرية إلى أماكن حتى يقدروا يمارسوا حياتهم العادية من زراعة أو تربية الأبقار أو المواشي أو الدواجن حتى يعيشوا ولو ببساطة بسبب الظروف القاهرة الصعبة جدا اللي رح تكون في آخر الأيام فالمسيح تكلم عن حدث ولكن هذا الحدث يتكرر يتكرر في أيام الرمان ولابد أن يتكرر في آخر الأيام أيضا ولكن ويل للحبالة والمرضعات لأنه صعب عليهم الهروب فأعطاهم يعني تنبيه وانتباه وحنية خاصة عشان إلحق حالك أهربي لأنه اللي بتردع والستة اللي حامل بيتعثر عليها أن تمشي بسرعة لأنهم بيتكلم عن الهرب هون الفرار الفرار يعني بدك تركد بسرعة بأسرع ما يمكن طبعا الحبال والمرضعات رح يكون صعب عليهم أن يركدوا بسرعة فعم بيعطيهم تنبيه خاص عشان يتجهزوا هذا رد سريع طبعا بس إذا بتحب يعني ممكن على الخاص تبعت لنا وممكن نوضح بعض الأمور بشكل أوسع إذا عندك أي سؤال تواصل معنا الرب يبركك